النظام الدولي المصاب بالحول وازدواجية المعايير له اليد الطولة في الفوضى التي تشهدها المنطقة فبينما يجيش الجيوش ويفرض العقوبات على أنظمة من جهة يساهم في دعم أشباه الأنظمة من جهة أخرى تلك الدول التي تحكمها ميليشيات تمثل الدولة العميقة العراق الذي تم غزوه وحصاره بناء على كذبة صدقها من أوجدها وقام بتضخيمها بات النظام السياسي الجديد فيه ليس مجرد عالة على الحالة العراقية فحسب بل سببا رئيسا في فوضى الشرق الأوسط من خلال تحوله إلى محطة عبور للأجندة الإيرانية إلى دول المنطقة وتحوله كذلك إلى بيئة مناسبة للنشوء الميليشيات وتكاثر أصنافها وتطور أساليبها الإجرامية والتخريبية وبعد نحو عقدين من غزو العراق اتضح لجميع المراقبين أن الواقع العراقي يمثل أسوأ نموذج عرفته المنطقة في العصر الحديث فمن جهة تم تدمير الإرث الحضاري للعراق وأطلت مؤسساته ونهب اقتصاده وتم العبث بتركيبته السكانية ومن جهة أخرى خرج العراق من دائرة التأثير الإيجابي فبعد أن كان جزءا من حل أي مشكلة إقليمية أصبح جزءا أساسيا من نشوء هذه المشكلة حتى في فترة الربيع العربي كان العراق هو الممر الإيراني إلى دول المنطقة بميليشيات تعيث فسادا وتخريبا توصيف هذا الواقع ليس من باب تأكيد المؤكد وإنما من باب تعرية النظام الدولي الذي يمثل نفسه شرطي أمن العالم فبرغم كل هذه الكوارث ما زال يدعم الحالة السياسية العراقية ويصر على اعتبار النظام الميليشيوي جزءا من الأسرة الدولية دون أن يلتفت إلى معاناة الشعب العراقي وواقعه المؤلم بسبب هذا النظام ترجمة نانسي قنقر